الدولة طبعا خايفة من المجتمع المدني. الدولة بمعنى الدولة الدكتاتورية. اللي هي الطبيعة عندنا في المنطقة. الدولة بتتعامل مع المجتمع المدني. إنه هو إمكانية لتجميع الناس ضد الدولة. ضد النظام القائم. نتيجة كده فيه محاولة دائمة في منطقتنا. للسيطرة على مختلف أطر المجتمع المدني. بمعنى إحنا مثلا على مستوى المدارس والجامعات. التدخل في اتخابات الطلابية. عدم السمح بالنشاط الطلابي. لأنك خايف أن هذا يبقى بعد كده يستغل ضدك. على مستوى النقابات المهنية. بتكلم عن السيطرة على النقابات. سيطرة على الأظهر والكنيسة. سيطرة على كل المؤسسات. يعني لو يعرفوا أن هم يسيطروا على الأسرة. ويدخل لك واحد آن جوه كل بيت ويسيطر. كانوا عملوها. يعني بالصين حاليا عم يعملوها في موضوع الأويجور. مثل ما نحن شفنا عم يحطوا بالحقيقة مراقبين من الدولة. بداخل كل بيت لحتى يضمن أنه متقيدين بتعليم الحكومة الصينية والشيوعية والعقيدة. فأكيد لو كان بصحلهم في الحياة الأنظمة الاستبدادية. عنا بالمنطقة يعملوا نفس الشيء ما أثروا. الأنظمة عنا فعلا بتخاف من أي منظمة قادرة على أن تحشى التأييد الشعبي. بس كمان هي بتخاف على سمعتها بالعالم الخارجي. مشان هيك برقزوا كثير كمان بهالفترة. خاصة على موضوع الأنظمة اللي بتحكي بحقوق الإنسان. بالحقوق الانتخابية. بالحريات لأنها بتشكل لهم مو بس تهديد داخلي. بس كمان بتأثر على سمعتهم خارجيا من خلال التقارير اللي بيعملوها. اللي بتفرجي. وبتفضح الانتهاكات اللي بترتكبها العظيمة.